اهلا بكم بعد الفاصل واستكمال الحديث عن اخبار المحلية والاخبار العالمية وخلال الفترة القادمة خلاص الكل بيستعد لانطلاق الدوري العام وبداية المشوار المحلي ببطولة الدوري التي تتكون من 18 فريق على مدار 34 اسبوع مباريات مصيرة ومباريات حاسمة تحدي قرات القدم بيستعد لهذه البطولة من كل النواحي التنظيمية والتنصيقية وايضا امور عديدة في لجنة الحكام وليح التاشئون اللعبين كل هذه الأطر اتحاد القرى بيستعد لها خلال الفترة القادمة لانطلاق هذه المصدقة لكن على الجانب الآخر برضو اتحاد القرى عنده ملف آخر لا يقل أهمية على انطلاق بطولة الدوري العام وملف اختيار المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني كلنا نعلم ان خلاص الاتحاد المصر لقرات القدم بيدرس العديد من السيرة الزاتية لاختيار مدير فني قادم للمنتخب الوطني بعد توجيه الشكر للأرجنتيني هكتور كوبر بعد مشاركة منتخبنا الوطني والخروج من الدور الاول في كاس العالم بروسيا عام 2018 مجلس دارة التحاد قرات القدم برئاسة المهندس هاني ابو ريدا بيدرس تاجيل الاجتماع المقرر له بعد غد الاحد يأتي تفكير المجلس في تاجيل الاجتماع الى نهاية الاسبوع المقبل لحين الاستقرار على بعض الاسماء التي سيتم اختيار المدير الفني للمنتخب الاول من بينها المجلس بيرغف حسم هذا الملف قبل نهاية شهر يوليو الجاري بعض طبعا الاعضاء في اتحاد القرى كانوا بيطلبوا استمرار الارجنتيني هكتور كوبر لكن مجلس الادارة وبرئاسة المهندس هاني ابو ريدا رفض هذه الفكرة بعد الاداء الباهت للفرعنة في مونديال روسيا كلنا عارفين ان عندنا طبعا تصفيات افريقية مؤهلة لكاس الامم في الكاميرون التصفيات انت عندك خمس مباريات هتبدأ بإذن الله بداية من شهر ستمبر عندك مباريات حاسمة بعد الخسارة من تونس قبل عام من الان في استدى رادس بهدف مقابل لا شيء فانت مطالب بالفوز على الاقل باربع مباريات من الخمس مباريات المتبقية على الاقل اذا ما صعدتش في المركز الاول تكون من اصحاب المتاهلين بعد الحصول على البطاقة الثانية كلنا عارفين انه يكون 24 منتخب متواجد في اوم افريقيا في الكاميرون في شهر ستة من العام القادم فيجب على اتحاد القرى حسم هذا الملف سريعا عشان يقدر يجي مدير فني يتفرج بقى على انطلاقة الدوري ويتفرج على اللعيبة اللي بتلعب فيها الدوري المصري مع اللاعبين المحترفين اللي بلعبوا فيها الدوريات الاوروبية وكل الدوريات الاوروبية تبدأ ان شاء الله تباعا في شهر اغسطس القادم الكل بيستعد عنده معسكر اعداد سواء نجمنا محمد صلاح في الفربولة الايطالي تريزي جي في قاسم باشا التونكي حتى الان محمد النيني في ارسنال فانت محتاج خلال الفترة القادمة المدير الفن اللي هيجي يتفرج على كل هؤلاء اللي هابين عشان يشوف بقى القوام الاساسي القوام الرئيسي كمان في لعبة كبيرة يعني بعد كسل عالم في روسيا نسبة مشاركتها وتوجودها مع المنتخب الفترة القادمة نتيجة الاعمار السنية هتبقى صعبة فبالتالي المدير الفن القادم بيحتاج ان هو يتفرج وياخد من ساحة من الوقت عشان يستعد بالمنتخب للتصفيات الافريقية وهيكون الوقت داية جدا ما بين المباراة والاخرى بتتكلم في شهر يعني 30 يوم ما بين كل مباراة في التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس الامم في الكاميرون بيا ويندي في الفترة من 3 الى 30 يونيو باذن الله من عام 2019 القادم خبر اخر متعلق بالتحاد قرة القادمة وكلنا بالامس طبعا شفنا الغرامة اللي وقاح الاتحاد الدولي لقرة القادمة فيفا على الجبالية بعد مشاركة المنتخب الودية في مباراة منتخب مصر والكويت الفكرة ان الاتحاد الدولي فيفا كان اعطى فترة راحة سلبية لكل اللاعبين والمنتخبات ما تلعبش مباراة ودية في الفترة من 21 الى 28 مايو الماضي هذه الفترة والراحة السلبية هي اجبالية من الاتحاد الدولي فيفا عشان المنتخبات تعطي لعبها راحة سلبية قبل ما يبدأ معسقر الاعداد لكاس العالم واللعبها تجيب عندها فرصة ان هي تاخد اسبوع راحة سلبية واستشفى ترجع من نهاية موسم وبداية مرحلة فترة اعداد لكاس العالم مرحلة مهمة جدا والاتحاد الدولي فيها بيحسبها بالوقت كويس جدا فبالتالي هذا القرار من الاتحاد الدولي بتغريم الاتحاد المصري نتيجة مخالفة هذا القرار وأنك لعبت مباراة ودية مع المنتخب الكويتي خلال الفترة القادمة